حظا الأمن العام بيشتكي من اكتظاز السجون عنا مجال نحط ناس موقوفين وكذا كذا ما كمان إحنا اليوم بما يخص قانون الجرائم الإلكترونية السوشال ميديا اليوم فضاء مفتوح صحير وبنتفق إنه اليوم مش بس في الأردن حتى في كل العالم ما بنقدر نضبط إيقاعه يعني إيقاعه اسمح لي يعني سوري غير موزون بس كيف اليوم ممكن ونت عارف ابتزاز على سرقة على تسول على اغتيال شخصية على إشاعات على بث خطاب كراهية هذا كله موجود مش بالأردن إحنا بنحكي اليوم سوشال ميديا كيف اليوم ممكن يعني مع هالقانون الجديد أفرق ما بين العمل الصحفي المحترف والإعلامي المحترف إن كان تلفزيوني أو إذاعي وكيف القانون ممكن يفرق ما بين يعني ناس أفراد عاديين يسأل صباحكم أول شيء إحنا لازم نسأل سؤال ليش الناس لهالدرجة مهتمين بهذا القانون ونجاوب وأنا ما بدأ دخل الجمهور والمشاهدين والمشاهدات بتفاصيل قانونية خلينا نحكي في السياق العام أول شيء هذا القانون إن أقر سيمس كل بيت وكل أردني وكل أردنية وكل من يقيم على الأرض الأردنية إذا سألنا سؤال عدد المشتركين أو عدد الذين يستخدمون منصات التواصل يمكن يكون أكثر من عدد السكان مش كلياتهم خبراء قانونيين مش كلهم بيطلوا على التفاصيل عندهم نيات حسنة جداً مرات بيكونوا منفعلين مرات بيكونوا غاضبين ممكن شاب صغير ابني ابنكم أخوك أختك تكتب تعليق يكون قاسي شوية يمكن يكون زعلاني ممكن يكون تنقل إشي مش صحيح عن حدا هذا الموضوع سيعرضها للتوقيف للحبس والغرامات المالية المغلضة فبالتالي هاي أول قاعدة الحكومة حطت بدها تمنع الاحتيال والابتزاز الإلكتروني القرصنة الإساءة إساءات الجنسية للأطفال لذوي الإعاقة إلى أخي مين رح يعارض محد رح يعارض هاي القصص احنا ما احنا معارضينها بالعقل احنا ما احنا معارضينها احنا مش خصوم مع الحكومة ولا خصوم مع الدولة ولا خلصوم مع البرلمان ولا مع مجدس العيان ولا مع النواب احنا زي زيهم حريصين على هاي البلد وعا سمعتها هذا الموضوع اللي بنحكي فيه ببساطة وين حياخد الأردن في المؤشر اذا كان قبل بدون ما نعمل هذا المشروع القانون تراجعنا تراجع صحيح احنا في أنه مشكلة والمشاكل لا تحل بهذه الطريقة لذلك مطلوب كنا نتوقع ونأمل أنه حوار مجتمعي واسع رائق يأخذ وقت عليش مستعجلين وبالتالي نستطيع أن نخرج بقانون تواثقي منقول أنه القرصن الآن زادت نعم زادت طيب خلينا نحط بعدين هذا بسبب جرائم أنظمة المعلومات ما لديه علاقة بحرية التعبير ولا بحرية الإعلام ملاحظة الأمن العام بشتكي من اكتظاز السجون عنا مجال نحط ناس موقوفين وكذا كذا احنا السوشيال ميديا أكبر خدمة للحكومات والأجهزة الأمنية في مجسات لمعرفة الرأي العام عشان تمنع الانفجارات تطفي الحرائق تحت الرماد ما بعرف كيف احنا احنا كان يجب أن نعلم بأنه احنا نمتلك أحسن وسيلة للتعبير عن الناس عن أراءها عن غضبها عن انفعالاتها ليه نسكر هذا ليش يصيروا تندروا علينا ويقولوا ما منفتح تمك اللي عن طبيب الاسنان بنا نحكيها عن دول شمولية اللي عن طبيب الانفجارات